مع الإعلان بالشكل الرسمي عوفات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقي بتحطم الطائرة التي كانت تقلهم في رحلة داخلية عادت الحادثة إلى أذهان العالم حوادث طيران أخرى مماثلة راح ضحيتها قادة وزعماء وسياسيون على مدى العقود الماضية وكان مصرع الرئيس العراقي عبد السلام عارف في نيسان من العام 1966 بسقوط مروحيته أثناء توجهه لمحافظة البصرة الحادث الأبرز في هذا المجال على صعيد الداخل العراقي أما أول ضحايا حوادث الطيران من الرؤساء فقد كان الرئيس الفلبيني رامون ماكسايساي بعد أن لقي حتفه بسقوط طائرته العسكرية في العام 57 وتسعمائة وألف واستمرت حوادث الطيران في حصد الضحايا في السنوات اللاحقة حيث انضم إلى القائمة داك كارل هامشولد وهو ثاني أمين عام للأمم المتحدة الذي سقطت طائرته في الكونغو خلال ستينيات القرن الماضي أثناء أدائه مهمة دولية وفي العام عينه توفي وزير الدفاع المصري المشير أحمد بدوي بحادث سقوط طائرته المروحية علاقية 13 قائدا عسكريا كانوا برفقته مصارعهم ومن بين ضحايا حوادث الطائرات أيضا الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق ورئيس المقدوني بوريس ترايكوفيسكي ورئيس الأكوادور خايمي أغيليرا الأمر اللافت للنظر في حوادث الطيران هو نسبة ارتفاع حصيلة الضحايا لكن حوادث المروحيات تميزت عن غيرها بندرة أو عدم وجود ناجين بين ركابها وهو ما يثير تساؤلات حول مواصفات هذا النوع من الطائرات وإجراءات السلامة الخاصة بها وإصرار المسؤولين الحكوميين على استخدامها في تنقلتهم ترجمة نانسي قنقر